ورحب بكم عزيزة مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعندما حلقتنا النهاردة التشتيم والحلول سنة عند الوهابية وإحنا شوفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ الأسهر الدكتور أحمد طيب بيحذر أبناء المسلمين من كذب وتدليس وغش الوهابية وكذبهم لما بيقولوا أنهم ينتموا إلى السلف الصالح ولو قالوا المذهب الوهابي هو مسهب السلف وغيره مذهب ضلة ده خطأ وجهله وتدليس وإضلال للناس والشيخ الأشعاري عبد القادر الحسين قال شاع في كلام السابقين عن الحنابلة عن مجسمة الحنابلة أنهم حلوليون وهذا كلام قديم جدا جدا وإبن حجر لما تكلم عن استواء الله على عرش قال وقالت الجسمية معناه الاستقرار وبعدها تأكدنا أن السلفية ممثلة في الشيخ صالح الفوزان قال الاستواء العرش هو الارتفاع والاستقرار والسعود وإبن حجر رد على غلات الحنابلة وقال أما قول المجسمة ففاسد أيضا لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى وكان سؤالنا لابن حجر ليه يرد ويقول لأن الاستقرار اللي يؤمن بيه غلات الحنابلة من صفات الأجسام وفي حلقة النهاردة هنعرف مفاجأة هيقولها ابن حجر في رد السؤال ده المفاجأة اللي هيقولها ابن حجر لأن الاستقرار اللي يؤمن بيه الوهابية غلات الحنابلة يلزم منه الحلول مش كده وبس لا ده فيه لازم للحلول وهو المحدودية اللي سماها ابن حجر التناهي التناهي يعني الله له نهاية يعني محدود والكلام ده في سحي البخاري كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم بيقول لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى هل فعلا غلات الحنابلة بيقولوا ان الله محدود نشوف مع بعض الشيخ الاسلام ابن ديمية بيقول لنا ايه في كتاب بيان تلبس الجهمية في تأسيس بضعهم الكلامية قال ابو سعيد والله تعالى له حد لا يعلمه وغيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده وغاية في نفسه ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله تعالى ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سماواته فهزان حدان اثنان قال وسؤل ابن المبارك بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش بائن من خلقه قيل بحد قال بحد وبعدين نكمل حدثنا الحسن ابن الصباح عن 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 غاية ما نوصل بيقول كده عن ابن المبارك فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء لأن الله تعالى وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم إني متفك ورافعك إلي إليه يصعد الكلام الطيب فهذا كله وما أشبه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله تعالى وجحد آيات الله تعالى وزي ما شفنا أن غلات الحنبلة بيؤمنوا أن للحد ابن حجر بيقول وهو محال في حق الله تعالى ونشوف الرد العجيب للشيخ البراك وأهل السنة بيثبتوا ما دلت عليه هذه النصوص ويمرونها كما جاءت بلا كيف كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مكهول والإمام به واجب وده معنى الجسمية عند الأشعارة إمرار النصوص على ظاهرها يعني الإمام بحقيقة الصفة أو الاستواء على العرش حقيقتا ويلزم ذلك الحلول والتاريح ونشوف مع بعض فضلت المفتي الشيخ علي جمعة وهو بيشرح استواء الله على العرش في عاقدة أهل السنة لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار يعني أنه مخالف للكائنات أدي اللي تعلمناه في القذر اللي ما تعلمش الكلمتين ده يعمل ايه يطلخبط يبدأ بقى يقول هو ربنا الله هو جسم ولا مش جسم نقول إنه جسم بس عيه ما نقولش إنه جسم ولا طب ما إحنا لو ما نقولش إنه جسم طب ماه طب ده بيقول الرحمن على العرش استواء ويقعد نطلخبط بقى بل يده مبسوطتان ولتصنع على عيني الله وانت بتعبد وسن انت عبيض يا جماعة مش كده اختشوا اختشوا عيب لما تيجي تعمل لي قضايا من الله قضايا وتشغل الزهن البشري بأشياء متنظامة كلها لما انت بقى عندك الكلمتين دول وعندك أنه لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار ويجيت سمع الرحمن على العرش استواء تقول الله 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 ولا تفكر ولا تدايق ولا أي حاجة لأنه دي عظمة يبقى ما دخلتش نفسك في مآزق ده أنت رجل دلوقتي بقيت فاهم عظمة ربنا الرحمن على العرش استواء يا العرش اللي هو أكبر من السماوات والأرض سبحانه وتعالى وعمرك ودماغك ما يفكر كيف استواء ليه ما هو لا تدركه الأبصار أنا خلاص ما بفكرش ما خلاص عرف ما هو علمني أنه لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار لأن الذي تدركه الأبصار هو الكائنات والله هو المكون وليس هو في الكائنات بل هو رب الكائنات فيبقى خلص خلصنا زي ما شفنا الشيخة الجمعة طبعا ممكن الوهابي المجسم الحلولي يقول الرحمن على العرش استواء ده فعلي ملوش علاقة بالتجسيم هرد عليه وقول له يا وهابي يا مجسم يا حلولي حسب عقدتك واللي هي عقدة التجسيم والحلول أن الله استواء على العرش بذاته يبقى الأشعر متأكدين أن الوهابي مجسم وحلولي لما بيقول الرحمن على العرش استواء بذاته خلينا نشوف الشيخ ابن وسيمين هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم إن الله استواء على العرش بذاته ومرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استولى على العرش كما قالوا إن الله تعالى عالم بذاته ردا على قول من يقول إن الله عالم بصفاته لا بذاته وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها أشكال أن كل شيء إن أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه واضح؟ طيب فلا حاجة إلى أن نقول استواء على العرش بذاته لأن الله قال استواء على العرش من هو الله نفسه إذن ما حاجة نقول بذاته لكن لو جاء أحد يشكك نوع يقول استواء بمن استولى وليس هناك استواء ذاتي حينئذ نضطر إلى أن نقول بذاته وشوفنا الشيخ ابن سيمين بيقول استواء على العرش من هو الله نفسه ومالوش لازمة نقول بذاته ولكن لو جاء حد يشكك ويقول استوى بمعنة استولى وليس هناك استوى ذاتي ففي الحالة دي نضطر نقول له بذاته ونرجع لابن حاجر ونروح نشوف سعيل بخاري كتاب التوحيد قول الله تعالى ولتصنع على عيني يقول لنا الحفز ابن حاجر وقال ابن بطال احتجت المجسمة بهذا الحديث وقاله في قوله واشار بيده وإلى عينه دلالة على أن عينه كسائر الأعين وتعقب باستحالة الجسمية عليه لأن الجسم حادث وهو قديم فدل على أن المراد نفي النقص عنهم وطبعا نقل ابن حاجر عن ابن بطال معنى أنه معفقه 100% ودي شرحناها قبل كده كتير واحتجت المجسمة أصد بالمجسمة اللي بيقولوا أن الصفات حقيقية اللي مش بيأولوا زي الأشعارة يبقى على طول اعرف أن اللي بيثبت الصفة على حقيقتها ده مجسم حلولي من غلاة الحنبلة الوهابية والتجسيم من لوازم الحلول والعكسة صحية ممكن أي حد يسأل ويقول ده استنتاج ابن حاجر ما قالش الحلول في شرح الحديث ده أقول له خلينا نقرأ بقية الشرح ونشوف ابن حاجر هيقول لنا في باقي الشرح وتعقب باستحالة الجسمية عليه لأن الجسم حادث وهو قديم فدل على أن المراد نفي النقص عنه لاحظ بيقول إيه في الشرح لأن الجسم حادث وهو قديم يعني الله يبقى المجسم الحلولي الوهابي الحنبلي لما يقول أن الله الجسم يعني حادث والحادث قابل أن تحل فيه الحوادث ودي هنشرحها بعدين لما نشرح بقية كلام الشيخ الأشعاري الدكتور عبدالقادر الحسين ودلوقتي نروح لتعليق الشيخ البراك على كلام ابن حاجر وابن بطال بيقول إيه وهذه الإشارة من الرسول عند أهل السنة المثبتين للعين والسمع والبصر لبيان إرادة الحقيقة فهو يسمع حقيقة ويبصر حقيقة وكذلك له عين حقيقية وكل ذلك على ما يليق به ويختص به سبحانه السنة عند الشيخ البراك هو إثبات العين والسمع والبصر حقيقة يعني التجسيم سنة القول بالحلول سنة الوهابية غلات الحنبلة الحلوليون المجسمون بيعتبروا نفسهم أهل السنة ودلوقتي هعمل لكم الوخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة النغلات الحنبلة الوهابية كما يسميهم شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب بيؤمنوا أن الرحمن على العرش استواب معنا استقر وابن حجر لأنه أشعاري رد عليهم وقال لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى والتناهي معناه أن الله بحدود وشيخ الإسلام ابن تيمية قال قال والله تعالى له حد لا يعلمه غيره ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده وغيره في نفسه ولكن نؤمن بالحد واناك العلم ذلك إلى الله تعالى ولمكانه أيضا حد وهو على العرش فوق سماواته فحازان حدان إسنان والشيخ علي جمعة رد على الوهابية وقال لهم لو قلت كده هرد عليك وقول لك يا وهابي يا مجسم يا حلولي حسب عقدتك واللي هي عقدة التجسيم والحلول إن الله استوى على العرش بذاته والشيخ ابن عسيمين بيرد على بيرد ويقول لو جي حد يشككك ويقول لك استوى بمعنى استولى وليس هناك استوى ذاتي في الحالة دي نضطر نقول استوى بذاته وراح ابن حجر رده وقال احتجت المجسمة وأصده طبعا بالمجسمة اللي بيقولوا إن الصفات حقيقية لأن الجسم حادث وهو قديم يعني الله الشيخ البراق ما سكتش وراح رد على ابن حجر وقال هذه الإشارة من الرسول عند أهل السنة المثبتين للعين والسماء والبصر لبيان إرادة الحقيقة فهو يسمع حقيقة ويبصر حقيقة وكذلك له عين حقيقة وكل ذلك على طيالق ويختص به سبحانه تفتكر يا مسلمين من اللي يحكم بينكم من فيكم على حق وتابعوني في الحلقة الجاية يلتقي بيكم في الحلقة القادمة مصادرنا الأصوية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقله إذا يرد بعقله إذا ينكر بعقله يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا